طبعا هذا لا يتم طرحه على الملأ في الإعلام والمعلن هو أن المسرب الذي تسرب هو أن الوزير بلينكين طلب من المسؤولين الإسرائيليين وعرأسهم رئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو أن يتم ربما إرجاء الضربة الإسرائيلية إلى ما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة ولكن هذا قُبل بالرفض الإسرائيلي التوقعات هنا في إسرائيل أنه مع انتهاء عيد العرش اليهودي يوم غدا عملية مسان أو الخميس صباحا سيبدأ العد التنزلي الحقيقي للرد الإسرائيلي الجانب الإسرائيلي أكد أن الضربة لن تهدف إلى إغراق المنطقة في مواجهة إقليمية والوزير جالانت للصحفيين قال أنه طلب من الوزير بلينكين أن تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل بعد هذا الرد الإسرائيلي وقال أن وقوف الواتنطن إلى جانب إسرائيل سيعزز من ردع إسرائيل وسيردع إيران من الرد على الرد الإسرائيلي بمعنى أن الأسألة حسمت بالنسبة لي الجانب الإسرائيلي أبلغ الوزير بلينكين كما أبلغ قبله في اتصالات هاتفية مع جالانت الوزير أوستين أين تسير الأمور وأعتقد أن الساعات الأخيرة ستركز على حصر المنشآت التي سيستهدفها الرد الإيراني وكيفية الدول الذي ستلعبه واشنطن للحد من خروج هذا الرد الإسرائيلي عن السيطرة وتحويله ربما إلى مواجهة إقليمية أوسعة نعم سيد علي بعض الصحف الإسرائيلية أذكر هنا يمكن استبقت هذه الزيارة وقالت أن بلينكين سيستقبل ليس كصديق بالنسبة لإسرائيل هذه المرة وبأن الزيارة غير مبشرة بالنسبة للإسرائيليين قد تحمل تهديدات بحسب الصحيفة الإسرائيلية وتهديدات أو على الأقل تحديد لطبيعة الرد ووأد الرد الإسرائيلي هل فعلا هكذا ينظر إسرائيليا لهذه الزيارة؟ لا شك أن إسرائيل كانت تتوقع من الإدارة الأمريكية موقفا أكثر حازما ضد إيران على اعتبار أن إيران هي المسؤولة بالدرجة الأولى من وجهة النظر الإسرائيلية عما حدث في السابع من أكتوبر عن تعظم قوة حزب الله وحماس وطبعا كانت تأمل إسرائيل أن تشاطرها واشنطن الرأي في ضرورة حتى الوصول إلى تهديد بإزالة النظام الإيراني وليس فقط ترسناته الصاروخية وبرنامجه النووي لأن إدارة رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو يعرف القيود التي تناور من خلالها إدارة بايدن وأن إدارة بايدن لن تذهب إلى حرب مباشرة مع الولايات المتحدة لذلك أعتقد أن بنيمين نتنياهو سيصل إلى الحد الأدنى من التوافقات مع الجانب الأمريكي على بنك الأهداف الذي سيستعد في الضربة الإسرائيلية القادمة لكي لا يتهم أيضا بالنسبة للرئيس ترامب المرشح ترامب بأنه منح هدية جائزة للرئيس بايدن في الانتخابات أو أيام قبل الانتخابات نعرف أن إدارة بايدن كانت تفضل أن يتم التوصل إلى تهدئة في غزة تمكن وتحريك ملف المختطفين تمكن أيضا من حلحلة المفاوضات على الجبهة اللبنانية لكن هذا يبدو بعيد المنال وتظاهرات عائلات المختطفين مساء اليوم التي لا زالت قائمة بالمناسبة قبالة فندق بلينكين تعكس الأجواء في إسرائيل ولدى عائلات المختطفين أنه لن يكون هناك تحريك حقيقي للتهدئة في غزة وبالتالي ستستمر أيضا العمليات الكتلية في لبنان وفقط التصعيد هو سيد الموقع